مازال يعني رغم أنه توقف ادخال المقتحمين من المستوطنين لكن تواجد كثيف لقوات الاحتلال مازال في داخل ساحات وبحاية المسجد الأقصى المسجد القبلي مازال مغلق والأبواب بالسلاسل الحديدية التي وضعتها شرطة الاحتلال كمية كبيرة من الشباب مازالوا محاصرين داخل المسجد وبهم عدد من المصابين حيث تحدثنا مع بعض الأشخاص من النوافذ وهم مصابون ولم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف بإخراجهم الوضع متوتر جدا جدا ولكن توقف الاقتحام وأظن أنه فشل حتى هذا الاقتحام حيث أنه جماعات الهيكل أعلنت عن اقتحام بالآلاف من المستوطنين ولكن كان العشرات يعني ربما لم يتجاوزوا ثلاثة أو أربعمائة مستوطن وأظن أن التواجد الكثيف للمرابطين وأهل القدس ومن جاء للدفاع عن المسجد الأقصى حققوا إنجاز أنهم لم يعطوا مجال لرفع الأعلام من قبل المستوطنين بشكل كبير أو أداء طقوسهم التلموذية ومحاصرتهم بشكل يعني وصرسة لأن هذا المسجد لن يكون لقم سائغة بيد المستوطنين ليعيثوا فيه فساد كيف يمكن أن نصف أداء شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى من جهة اعتداءات وحشية ومن جهة أخرى محاولة حصر هذا التصعيد داخل الحرم القدسي دون الانزلاق نحو مواجهات أوسعة نعم واضح جدا أن كان تصرف شرطة الاحتلال رغم أنه كان هناك اعتداءات على المصلين على المرابطين على المسجد على حرمة المسجد وأيضا حماية المختحمين وهذا انتهاك أيضا لحرمة المسجد الأقصى ولكن كان واضح أن شرطة الاحتلال كانت لا تريد أن تتعدى خطوط حمراء إنجازة التسمية لأن ردة الفعل في الشارع المقدسي أو الفلسطيني بشكل عام ربما كان هناك خشية من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تتوسع دائرة التصعيد والتوتر ولذلك ربما حاولوا أن يكون الأمر بحدود معقولة لإتاحة الفرصة أمام المستوطيني للاقتحام ولكن واضح جدا أن هناك ربط من قبلهم ولكن لخشيتهم من أن تزداد الأمور ربما يعني إقليميا حتى ليس بأخط داخل فلسطين أو الضغط الدولي لكن واضح جدا أنه كان هناك خشية من سلطات الاحتلال لمزيد من يعني عبور خطوط حمراء داخل المسجد ترجمة نانسي قنقر